موسيقى موسيقى ولهذا كانت بصمة قائدة منصة لكل الرائدات والقائدات في الوطن العربي لمواكبة مسيرتهن العملية وبصمتهن المشرفة في مجتمعاتهن إنها رسالة المجلس الإنماء العربي للمرأة والأعمال للعالم وإن المرأة العربية لا تتهي بصعود الجبال ولن تعيش أبدا الدهر بين الحفر ساهموا في تحجيع وتحفيز بناتكنا زوجاتكنا طبعا الحديث للرجال أمهاتكنا وإخواتكنا على التمايز والنجاح لأنه استثمار مربح لكم والوطن أنتنا صانعات المستقبل بصمة قائدة جائزة أرزة الشرق تمنح لسعادة المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات في لبنان السيدة فاتن يونس السلوف حضرة السيدة إيمان غسين رئيسة المجلس الإنماء العربي للمرأة والأعمال السادة النواب وممثلين للوزراء سفراء وقناصل السلك الخارجي أيها الحفل الكريم أقف أمامك اليوم وكلني فخر وأعتزاز بهذه المبادرة الكريمة التي تقدمها رئيسة المجلس الإنماء العربي للمرأة السيدة إيمان غسين والتي سيتم فيها تتويج رائدات العمل وقائدات المسيرة وندعو المرأة اللبنانية أكثر إلى الانخراط في العمل السياسي بعدما أثبتت حضورها في الميادين الاجتماعية والإنسانية أشكر أستاذ إيمان غسين على نشارة مبادراتها المتقلقة دائماً وأنا طبعاً أشوف حال فيها وأنا فخورة بهذه الدرع من المجلس الإنماء العربي للمرأة والأعمال اللي راح عطبره هدية لمنظمة المرأة العربية من إبالكم اشتركوا في القناة أنا سعيدة جداً بهذا التكريم ودكتور إيمان ما مقصرة يعني بإمارة الفجيرة ها يمكن ثالث مرة تكرم فيها أو رابع مرة تكرم فيها نساء رائدات في إمارة الفجيرة وطبعاً عندها مشاركات على مستوى الدولة والمؤتمرات اللي بقيمها الخاصة بالمرأة دائمة حقيقية دكتور إيمان والمرأة حبيبتي نحن مع بعض نكمل باعه بشر لأنه معاً نسنق نحب المحارب ومتقدر يشترك بشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر